السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم وصفات لكم اليوم حبيبتي سأشارك معكم مكون رائع ممتاز إذا قمتم بدمجه مع الماء سوف يعطيكم بشرة بيضة يعالج التصبغات يزيل الإصميرار وكذلك مرطب مكون ممتاز وأيضا متوفر في كل بيت متوفر أيضا لدى المحلات التجارية الكبرى متوفر لدى العشابين والعطارين مكون رائع كما ترون هنا في الفيديو لدينا هنا الشوفان أو ما يعرف بالخرطال رقائق الشوفان كما تلاحظون فهي يعني تستخدم وتدخل في منتجة العناية بالبشرة ومستحضرات العناية بالبشرة وعلاجها لذلك اليوم إن شاء الله سوف نستخدمه لتبييض بشرتنا لأنه يحتوي على خصائص مفيدة للبشرة إذن تابعوا معي طريقة تحضير هذا المكون لإعطاء نظارة للبشرة كما ترون حبيبتي بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة الأولى طريقة بسيطة جدا وأيضا فعالة سنحتاج هنا إلى كسرولة أو إناء يمكنكم استخدام يعني أو قدر سنأخذ هنا تقريبا مقدار ملعقة ممتلئة بهذا الشكل ملعقة كبيرة من الشوفان رقائق الشوفان لديه اسم آخر ويعرف كذلك بالخرطال سنضيف تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من الشوفان لأنه يحتوي أيضا على نسبة عالية من فيتامين ها وأيضا فيتامين با سنحتاج أيضا هنا إلى الماء ضروري أن يكون ماء ساخن جدا سأضيف هنا الماء الساخن من الأحسن أن يكون ماء ساخن هكذا ثم نقوم بتحريك المكونات حتى يتغير لون الماء ويصبح أبيض سوف نترك هذه الرقائق الشوفان منقوعة في الماء الساخن تقريبا مدة عشر دقائق حتى تصبح رطبة وكذلك يصبح الماء أبيض بشكل جيد بالنسبة للشوفان حبيبتي يحتوي على معادن أيضا مفيدة للبشرة مثل الزنك يجدد أيضا الجلد وكذلك يحتوي على تركيبة بالنسبة للشوفان بها تركيبة صابونية يعمل على ترطيب بشرتكم والحد أيضا من التجاعيد وكذلك يقضي على التصبغات ويمنح النظرة سنحضر اليوم سيروم باستخدام الشوفان فقط مع الماء كما ترون بعد أن قمنا بنقع الشوفان في ماء ساخن لاحظوا كيف تغير لون الماء الآن سنأخذ إناء مناسب وكذلك سوف نأخذ مصفات ونقوم بتصفية الشوفان لأننا سنحتاج فقط إلى الماء نحن كما ترون حصلنا على ماء الشوفان بالنسبة لطريقة استخدام هذه الوصفة تأخذون قارورة على شكل بخاخ ثم تقومون بملئها تقومون بتطبيقها على بشرة نظيفة من الأحسن أن تقوموا بغسل بشرة الوجه بما يكون فاتر ثم تقومون برش هذه الوصفة بهذا الشكل قوموا برشها على جميع المناطق ببشرة الوجه يعني حتى منطقة تحت العينين إذا كنتم تعانون من الهالات السوداء أنصحكم باستخدام هذا السيروم يمنح البشرة المجهدة أو المرهقة مظهر صحيا وجميلا بعد أن تقوموا برش الوصفة تقومون بتدليق البشرة بهذه الوصفة هكذا بحركات دائرية حتى تتغلغل جيدا في المسامات وصفة سأقول عنها أكثر من رائعة جربوها وسوف تلاحظون حتى أن بالنسبة للشوفان كما قلت يحتوي على مادة لازجة مادة هلامية يرطب لكم البشرة يخلصها من التجاعد وكذلك من الخطوط وأيضا يمكنكم رش هذه الوصفة حتى على منطقة تحت العينين ينشط الدورة الدموية بالنسبة للشوفان كذلك يعزز خلايا الجلد على التجدد وبالتالي تقاوم هذه الوصفة التجاعد المبكرة وعلامات التقدم في السن وتحصل من شكل الجلد وصفة رائعة وتزيل البقع والندبات يمكنكم الاحتفاظ بها في التلجة واستخدموها بشكل يومي يمكنكم تطبيقها مرة في الصباح وأيضا مرة في المساء أتركوها على البشرة حتى الصباح ثم بعدها قوموا بغسل بشرتكم بماء عادي يعني بالطريقة العادية وصفة رائعة تبقى صالحة مدة أسبوع في التلجة الآن سوف نقوم للتعرف على الوصفة التانية بالنسبة للوصفة التانية سنحتاج فيها كذلك إلى الشوفان لكن سنحتاج إليه مطحون أنا لدي هنا الشوفان قمت بطحنه من قبل وأحتفظ به في عبوة استخدمه دائما في الوصفات لتبيهيض البشرة سأضيف تقريبا هنا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من مطحون الشوفان سنحتاج أيضا إلى مكون آخر يمكنكم دمج هنا مطحون الشوفان سواء مع الماء كما يمكنكم دمجه مع الحليب إذا أردتم نتائج تكون رائعة جدا أنا سوف أستخدم تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من الحليب ضروري هنا حبيبتي أن يكون حليب يعني كامل الدسم حتى يعمل لنا على ترطيب البشرة وتخليصها من التجاعد وأيضا من جفاف البشرة لاحظوا هنا تقومون بخلط العناصر جيدا حتى تتجانف بالنسبة هنا للشوفان له دور كذلك ليس فقط في تبيض البشرة إنما هو يعمل دور المقشر سوف يزيل الخلايا الميتة يزيل التصبغات يقشر تلك البقع التي تكون عبارة عن يعني الكلاف أو تصبغات نتجا عن تعرض المفرط لأشعة الشمس هكذا تقومون بالخلط جيدا حتى تتجانس المكونات بعد ذلك دائما على بشرة نظيفة نضيف بشرة الوجه نبدأ بتوزيع هذه الوصفة بعد دمجها تأخذون هذه الوصفة وابدأوا بتوزيعها بداية حبيبات من بشرة الرقبة إلى كامل بشرة الوجه ستعطيكم نظارة ستساعد في تقشير الخلايا الميتة كما أن الشوفان كما قلت يعمل على تحفيز أو يجدد الخلايا الجديدة هكذا نحاول أن نقوم بتوزيع وتطبيق هذه الوصفة يمكنكم تطبيقها حتى على منطقة تحت العينين لمن تعاني من هلات سوداء أو تجاعد الشوفان يشد البشرة يرطبها بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي أو خلطة الشوفان أتركوها إلى غاية ما تصبح جافة يعني إلى غاية ما تلاحظون أن البشرة تشربت ثوائد الوصفة بعد ذلك هناك طريقة لإزالتها حتى تعمل على إزالة الخلايا الميتة تقشير البشرة إزالة حتى الرؤوس السوداء التي تكون على مستوى الدقن أو الأنف سوف تعمل هذه الوصفة على تنقية وتنظيف المسامات كذلك لاحظوا بعد أن تجف الوصفة تقومون بإزالتها بحركات دائرية هكذا كأنكم تقومون بعمل تقشير للبشرة قلت لكم بالنسبة للشوفان فهو يستعمل أو يستخدم كذلك لتقشير البشرة وأيضا تنظيفها من العمق قوموا بهذه الطريقة حتى تعملون على تنظيف المسامات وكذلك تبييض البشرة حتى أنها ستعمل على شد التجاعد والترهولات ثم بعد أن تزلوا هذه الوصفة قوموا بغسل بشرتكم بماء يكون فاترتم بالماء البارد ستلاحظون نتائج رائعة تبييض البشرة نظارة إزالة شحوب البشرة وإزالة التصبغات كذلك هذه الوصفة حبيباتي أنصحكم باستخدامها ثلاث مرات في الأسبوع أما بالنسبة للبخاخ أو الوصفة الأولى التي تعتبر كسيروم الشوفان يستخدم بشكل يومي إذن حبيباتي هذا هو المكون السحري المعجزة في تبييض البشرة ومنحها نظارة وإزالة كل شوائب البشرة فقط بدمجه سواء مع الماء أو مع أي مكون آخر سيعطيكم نتائج إن شاء الله سوف تدهلكم حبيباتي لا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو أيضا شاركوه مع الأصدقاء وأيضا المعارف وفي مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر حبيباتي بوصفة جديدة إن شاء الله سوف تنال إعجابكم دمتم حبيباتي دائما في أمان الله